يوسف في السجن سبع سنين وينساه الغلام والغلام وهو قد أمرهم أن يقصوا القصة على الملك في جب رموه وفي ظلمة سجن نسوه لكن بعدها وزير المالية الفرعوني ويكون كالملوك على عروشها وتأتي إليه الأرض من كل طريق حتى تأخذ الميرة منه ما العز الذي حاله ناله إنا وجدناه صابرا نعم العبد روض نفسك أن دعاءك مسموع خوله بنت تعلبة أتت تشتكي بعد أن ظاهرها زوجها كانت عائشة هنا أي أنها بينهما ما استمعت إلى الشكوى والله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله ما في دعوة ضائعة أنتم ممكن تطرق الباب ولا يردون عليك البشر تدق عليه جوال يسوي نفسه ما هم موجود المخلوق لا يريد سماعك أي دعاء ولو تقول يا رب ولا تكمل والله إن الله قد سمعها فإن شاء عجل لك دعائك وإن شاء دفع عنك من البلاء قدر دعائك وإن شاء ادخرها لك في مكان أنت أحوج به من هذا اليوم أنت لن تعدم خيرا إذن تعلق بالله ولا تيأس من الأسباب أن تتعلق بالله أن تكثر من دعائه يا رب لها دوي في السماء يا حي يا قيوم لها دوي في السماء اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الحبيب داعيا يدعو بها قال لقد دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب تعلق بالله استعم بالله خفف من علائقك مع البشر وثق في الله جل وعلا فربي عند ظنك ولذلك قال الحبيب لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله ولذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ولذلك كان من دعاء السلف ومنهم معاذ رضي الله عنه عندما أدركته الوفاة ماذا قال قال يا رب كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك فالآن ما في خوف اليوم أرجوك ولن يستطيع العبد أن يصل إلى الرجاء في ساعة الاحتضار إلا إذا كان يحسن الظن بالله ويعرف الله ويحب الله ومع الله ومعية العبد لله تجعله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أحدهم اتصل عليه قال يا شيخ أنا خايف بكرة بيحب يقوم معي ويمكن يفصلونني قال مديرنا يا شيخ شراني وأنا أخطأت والله ضاقت الأرض ضاقت الأرض وربك معك وانت الآن في الثلث الأخير من الليل وقد تنزل نزولا يليق بجلاله يا أخي هذه قلة حياة معك رب نازل يقول هل من سائل فأعطيه وقعد تدق على شيخ يا أخي أنا وش أسوي لك لو تبي سلف خمسة ريال يمكن ما أعطيه لكن هذا يعطيك الفرج من كل طريق قال ماذا أصنعت الوضوء عندك ماء فضحك قالوا يا أحد ما عنده ماء يا شيخ في التوضى يا أخي الحبيب وكبر وصل ونم بعدها فوض أمرك إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد واسأله وأنت مضطر يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ورح بكرة أقسم بالله مع طلوع الفجر يتبدأ الظلام مشكلتك فدق بعد الظهر قال والله إن المدير يتلاطف معه ويقول والله إني أظن خوفتك هذه ترقية وخلت مدير مكتبي ما نحتاج قصص حتى نؤمن أن الله يفرج الكرب ولذلك افتتح كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم لم يقل بسم الله القوي المنتقم ولو قال فهي من صفاته جل وعلا الرحمن الرحيم حتى لا تقنط حتى تعلم أن العبودية لله مبناها الرحمة مبناها الرحمة ليس العذاب ولذلك إذا خوفك أحد حتى قنط هذا المخوف لك ليس داعية الداعية يجب أن يحببك في الله ثم يرغبك فيه ثم يخوفك منه حتى تجتمع أركان العبادة كلها في حياتك حتى لا تهلك وحتى لا تقنط من رحمة الله جل وعلا